شلون أرسم القطع الزائد ممكن يجيني سؤال بالامتحان الوزاري يقول لي أرسم القطع الزائد ويطيني معادلة قطع الزائد نحن قلنا بأن هناك تشابه كل شبير بين القطع الزائد والقطع الناقص من حيث نوع المعادلات من حيث القوانين ولكن من حيث الرسم اختلاف كله القطع الناقص ما عدي بي مشكلة لو أفقي لو عمودي لكن من يقول لي أرسم القطع الزائد لازم أمر بأربعة مراحل من يطيني معادلة قطع زائد ويقول لي أرسم القطع الزائد لازم أمر بثلاث مراحل أو أربع مراحل شنو ذني المراحل الأربعة إذن هنا تكتب ويأي اكتب طريقة رسم القطع الزائد أولا نجعل المعادلة تشبه إحدى الصورتين القياسيتين ثم نستخرج الرأسيا V1 و V2 وطرفي المحور المرافق M1 و M2 ورح أجي أثبتها على الرسم شلون رح أجي أستخرجهم ذني القطع الزائد لازم الطرف الأيمن ماته واحد إذن مثل ما سولفنا بالقطع الناقص أول عملية رح أسويها رح أقسم المعادلة كلها على مية واربعة واربعين تقسيم مية واربعين يعني هذا رح يصير عندي X تربيع على هذا رح يكون عندي Y تربيع على يساوي واحد مية واربعين على تسعى بها ستعاش مية واربع واربعين على ستعاش بها تسعى الملاحظة التي شفتها بأن نجعل معادلة القطع الزائد تشبه إحدى الصور القياسية زيان هذه المن تشبه تشبه الصورة السينية للصورة الصادية ما طول بدأ بالأكسر بيع يعني معناها البؤرتين والرأسيين على محور السينات والمحور المرافق على محور الصادات لو بادي بالوايتر بيع فكان صارت البؤرتين والرأسيين على محور الصادات والمحور المرافق على محور السينات إذن الأي تربيع من هو الأي تربيع هو المقام للحد الأول الموجب دائما إذن هنا هذا هو الأي تربيع الأي تربيع هو 16 يعني أنا ما راح أقول لك المقام الأول دائما يعني لو كانت المعادلة هي السالب أكس تربيع على 16 زائد مثلا وي تربيع على 9 يساوي 1 لازم أخلي الحد الموجب أول واحد وأخلي الحد السالب ثاني واحد يعني لازم أسويها المعادلة وي تربيع على 9 ناقص أكس تربيع على 16 يساوي 1 هسة راح أقول الأي تربيع يساوي 9 البي تربيع يساوي 16 وراح أقول البؤرتين والرأسيين يقعان على محور الصادات لكن السؤال اللي موجود أمامكم الأكس تربيع على 16 هو الحد الموجب لذلك الأي تربيع من هو الأي تربيع راح يكون 16 يعني معناها الأي تساوي أربعة وإحنا اتفقنا الأي والبي والسي دائما موجب البي تربيع يساوي 9 إذن معناها البي تساوي 3 إذا استخرجت الأي واستخرجت البي إذن هنا اشقل للقانون اللي شفتوا أمامكم السي نجعل المعادلة تشبه الصورة القياسية ثم نستخرج الرأسيا وطرفي المحور المرافق إذن اش راح أقولي هنا راح أقولي البي وان في تو صاير على محور السينات يعني معناها موجب أو سالب أي صفر وتساوي موجب أو سالب أربعة صفر إذن ذول شي مثلون إذن ذول يمثلون الرأسيا بما إن الرأسيا على محور السينات فالمحور المرافق على محور الصادات وطرفي المحور المرافق أموان أم تو يعني معناها صفر موجب أو سالب بي وتساوي صفر موجب أو سالب ثلاثة إذن ذول شي مثلون إذن ذول يمثلون طرفي منه إذن ذول يمثلون طرفي المحور المرافق يقولي احسبهم وثبتهم على الرسم أقولي تدلل هذا المستوي الإحداثي رسمة محور السينات ومحور الصادات راح أجي أحسب واحد اثنين اثلاثة أربعة ورح أحسب واحد اثنين اثلاثة أربعة إذن راح أثبت البي وان والتي تو إذن هذا البي وان وهذا البي تو اللي هو أربعة صفر وسالب أربعة صفر زين أريد أثبت صفر ثلاثة وصفر سالب ثلاثة راح أجي أحسب واحد اثنين ثلاثة وهنا راح أحسب واحد اثنين ثلاثة إذن معناها راح يصير عندي أموان ومتو هس هنا ثبتت الفي وان في تو والأموان ام تو والتعليمات قلت لي نجعل المعادلة تشبه إحدى الصورتين القياسيتين ثم نستخرج الرأسين وطرفين محور المرافق ورح نثبتها ثبتناها زين بعد شنو الخطوة الثانية الخطوة الثانية تقول نكون مستطيل من هذه النقاط الأربعة أضلاعه موازية للمحورين الإحداثيين يعني راح أوصل بين الفي وان أموان في تو أم تو لكن أشكل مستطيل يعني من أوصل موهي تسوي موهي تسوي يقول لي المستطيل أريد أضلاعه موازية للمحورين الإحداثيين وأريد هذا المستطيل يمر بالفي وان في تو أموان أم تو إذن رسمت هذا المستطيل إذن الخطوة الثانية تقول لي أرسم المستطيل الذي يمر بمن يمر بالفي وان في تو أموان أم تو أقول لي رسمت المستطيل بعد ش تريد مني الخطوة الثالثة يقول لي نرسم قطري المستطيل والذان يمثلان المستقيمين المحاديين لمنحن القطع الزائد نقول له هذه هم سهلة رح أجي أرسم قطري المستطيل لكن الأقطار أريدها تطلع من المستطيل إذن هذه الخطوة رقم ثلاثة إذن الخطوة رقم واحد حسبت ال V1 V2 M1 و M2 وثبتتها على الرسم الخطوة رقم اثنين تقول لي ارسم المستطيل الذي يمر بال V1 V2 والأموان M2 على أن يكون شنو أضلعه توازي المحورين الإحداثين الخطوة رقم ثلاثة تقول ارسم لقطري المستطيل والقطرين أريد تطلع من المستطيل زين الخطوة رقم أربعة من خطوات الحال تقول نعين البؤرتين ثم نرسم دراعي القطع الزائد يعني شلون نعين البؤرتين خلي أحسب البؤرتين يعني رح أقول السي تربيع تساوي شنو تساوي أي تربيع زائد بي تربيع مو هذا قانون السي تربيع الأي تربيع ستعاش والبي تربيع هذا تسعى إذن هذا يساوي خمسة وعشرين يعني معناها السي تساوي خمسة زين إذا كانت السي تساوي خمسة وكان الرأسين يقعان على محور السينات فلابد أن البؤرتين أيضا تقعان على محور السينات إذن إش رح أقول السي هنا رح أقول F1 F2 شنو قانونها قانونها موجب أو سالب C0 وتساوي موجب أو سالب خمسة صفر إذن هنا رح أجي أثبتها على الرسم إذن أحسب خمس وحدات وF1 F2 ثبتتها على الرسم يقول لي ولا ما ثبتتها على الرسم أريدك ترسم لي ذراعي القطع الزائد إذن ذراعي القطع الزائد رح يكون رسمها بصورة هذه إذن ش تقول الملاحظة تقول لي نرسم القطع الزائد هذا الأزرق هو القطع الزائد ولكن شنو شروطه شنو شروط القطع الزائد يجب أن واحد يمر بالرأسين إذن تشوف السهنامر هو بالرأسين يمر بالرأسين ويحوي البؤرتين إذن هذه البؤرتين صارت بداخله زين وبعد ويكون كل من القطرين محاذيين له يعني يبدي بصف القطرين منا رح يبدي شوف منا يبدي وانت هنا إذن يكون كلش قريب على القطرين إذن القطع الزائد أريده يمر بالرأسين ويحوي البؤرتين البؤرتين تكون بداخله ويكون كل من القطرين محاذيين له أنا من أقول سيارة تسير بمحاذات الرصيف يعني بصف الرصيف زين من الطالب اللي يأخذ صفر بالرسم القطع الزائد كم نوع من الطلاب يأخذون صفر بالرسم خلينا نعددهم النوع الأول نعم يبديلي منا ولكن يجل يمر بالبؤراتين إذن نقول لي أنت مع الأسف رح تأخذ صفر ليش نحن لقد قلنا يمر بالبؤراتين قلنا يمر بالرسم ثاني واحد اللي يأخذ صفر بالرسم نعم يبدي منا ولكن يخترق المستطيل ويطلع بها الصورة هذه نقول لا مع الأسف راح ن weighing صفر ليش ما يصير يخترق المستطيل لازم يمس المستطيل يمس اضلاع المستطيل يمس ضلعين من اضلاع المستطيل حتى يكون عبارتي ادق عملية مماس زيان ثالث واحد اللي ياخذ صفر يبدي منا وبشكل قريب جدا وبعدين يبقى يمشي ويضلع المستطيل ويسوي بها الصورة هذه نقول له مع الاسف انتهم رح تاخذ صفر اذا مثل ما قلنا هنا ما اريد يشترك ويها هذا الضلع كل الضلع يشترك ويها اذا هنا يمس ضلعين بالمستطيل عملية مماس اذا يمس الرأسيا زيان رابع واحد اللي ياخذ صفر يبدي من مسافة بعيدة ورح يرسم للرسم في الصورة هذه اذا هنا نقول له مع الاسف انتهم رح تاخذ صفر اذا لازم قريب جدا من القطرين اذا هنا خطوات الحل قلنا هنا اولا من رسمنا الذراعين لا يجب ان يمر بالرأسين ويحوي البؤرتين ويكون كل من القطرين محاذيين له يعني هسا هنا لو اجي اعيد الخطوات اللي رسمنا بيها اذا هنا لو اعيد الخطوات اللي رسمنا بيها اول شي شنو اول شي اتفقنا بان ماذا نرسم المستوي الاحداثي اول شي نحدد منه في وان في تو ووراها ام وان ام تو وراها ش رح اسوي رح اجي ارسم هنا المستطيل زين وراها ش رح اسوي نرسم قطري المستطيل زين وراها ش رح اسوي نعين البؤرتين وارسم الافوان وراما اعين الافوان والافتور رح اجي ارسم دراعي القطع الزائد اشبيهم ذوله بشرط ان يمر بالرأسين ويحوي البؤرتين ويكون كل من القطرين محاذيين له اذا هذه طريقة رسم القطع الزائد عزائي المشاهدين وللحصول على الملزمة من جميع المكتبات في محافظاتنا العزيزة والى حد تصوير هذا المقطع فان الملزمة متوفرة حاليا بخمسة اجزاء ملزمة الوزاريات من الف وتسعمية وستة وتسعين الى الالفين وواحد وعشرين ملزمة الجزء الاول والجزء الثاني لكل من المدارس الاعتيادية ومدارس المتميزين الجزء الاول به الفصل الاول والتاني والجزء الثاني فيها الفصل الثالث كامل مع جميع حلول الاسئلة الوزارية يعني من تاخذ منزمة الشروحات بعد ما تحتاج ان تاخذ ملزمة الوزاريات لان الوزاريات موجودة بشكل كامل مع حلولها يمكنكم التواصل معي عن طريق المعرف اللي موجود امامكم والاشتراك في قناتي على التليجرام وكذلك قناتي على اليوتيوب اعزائي اعزائي يمكنكم الايباد على اللابتوب بمجرد تحميل تطبيق العراق اكاديمي سوق البلاي جوجل تبحث عنه وتحمل التطبيق مباشرة تروح الى المدرسين بمجرد الضغط على هذه الايكون وتسوي بحث الى المدرس اللي تريده اذن هنا راح تقول قصي هاشم بمجرد ان قل انتر والبحث عن المدرس الذي تحتاجه اذن تروح الى صفحة المدرس لاحظ بمجرد الدخول الى صفحة المدرس تحويل الرصيد ما لك علاقة به بعض الطلاب بداية يتوهم ويسوي تحويل الرصيد ما لك علاقة بتحويل الرصيد نهائيا تروح الى الدورات مباشرة تروح الى الدورات وتضغط عليها راح تلقى الدورات اللي موجودة امامك الكورس الاول الفصل الاول مجموعة الاعداد المركبة والفصل الثاني القطوع المخروطية اذن سعر خمسين الف دينار ونحن على اعتاب نهاية محاضرات الكورس الاول تقول لي عندي ضعف بالفصل الاول والثاني اريد سيطر علي اذن هنا بمجرد تروح على الكورس الاول والضغط علي اذن هنا يطلب منك ادخال رقم البطاقة يطلب منك ادخال رقم البطاقة البطاقة موجودة في كل محافظات العراق واذا ما تعرف وين تقدر ترسلني على الارقام الرقم اللي موجود في بداية هذا المنشور وقبل قليل ورح ادليك هنا مناطق بيع البطاقات اذن هنا بمجرد انت تدخل رقم البطاقة تقول لي ايش حان الان انت رح تكون داخل الكورس بالشكل مباشر زي بعد ايام قلائل ان شاء الله رح نبدي بالكورس الثاني اللي هو خاص بالفصل الثالث خاص بالفصل الثالث اذن ايضا هنا الكورس الثاني التطبيقات الفصل الثالث الضغط عالية اذن هنا رح يطلب منك ادخال رقم البطاقة ايضا هنا الفصل الثالث بالشكل كامل للمواضيع المشتركة بين الاحياء والتطبيق رح يكون سعر خمسين الف دينار طبعا هنا طريقة العمل تنزل لك محاضرات مسجلة وشوف المحاضرات فيها واجبات وفيها بعض الامتحانات تحل الواجبات ترسل ليها على المعرف الخاص على التليجرام والدرس البعد رح تلقي المحاضرات فيها حلول لهذه الواجبات ومحاضرة اخرى والطلاب اللي مشتركين سواء كان بالكورس الاول او بالكورس الثاني منظميهم على شكل قروبات على التليجرام التبليغات عن طريق قروب التليجرام والامتحانات ترسل عن طريق قروب التليجرام والتصحيح بعد ما ادزلك اسئلة الامتحان الجاوب اجابة اعتيادية وفي اوقات محددة يتم الاتفاق عليها وترسل الاجابات ايضا على الخاص على التليجرام وتستلم الدرجة وهناك سجلات خاصة لدرجات الطلاب اذا نستقبل طلبتنا الاعزاء اللي يحبون يشتركون بالكورس الاول الكورس الاول المحاضرات كاملة واللي يحب يشترك بالكورس الثاني ان شاء الله رح نبدي بالكورس الثاني خلال الايام القليلة القادمة ولحد الان نزلنا خمس محاضرات بالكورس الثاني وهي عبارة عن مقدمات شبيه المقدمات دروس المشتق الخاصة بالخامس العلمي اللي تحتاج ها بالسادس طبعا قبل ما نبدي فيه مادة المشتق تطبيقاتها شكرا لكم وإلى لقاء متجدد آخر في أمان الله شكرا